تدريبات مكثفة لأفراد قسم السلامة الوطنية في مطار أوبار المدني بعد وصول سيارتين لإطفاء الحرائق بدعم من المبادرة الليبية لرفع مستوى أداء العاملين وضمان التعامل السريع مع الحوادث التي قد تنشأ في محيط المطار حقيقة هو أن كل سيارات تجدد ما شاء الله وحاليا توى نقوم ببعض المعلومات على السيارة للأفراد كيف تم استقبال الطائرة وكيف تم الاستعداد والمنطقة اللي يكون فيها في أثناء هبوط الطائرة وإن شاء الله نكون على حسن الظن يعني هو توى الحمد لله يعني كانت منطقة الجنوبية تفتقر لبعض السيارات الأطفاء وحاليا الحمد لله تدريب تعبوي يأتي في إطار تأهيل الكوادر لضمان الحد من خسائر الحرائق في منطقة تعاني منذ زمن بعيد من قلة تجهيزات اتفاع المدني ما تسبب في وقوع خسائر كبيرة في الممتلكات بسبب قلة عدد سيارات الإطفاء في منطقة وادي الحياة التي تمتد على مسافة نحو 140 كم وحاليا فيه سيارة مخصصة للمطار اللي هي السيارة الوحدة والتانية داخل المنطقة داخل البلدية التوباري وإذا كان فيها امكانية نمشع على المنطق المجاورة القريبة منها يعني رغم وصول سيارتي إطفاء جديدتين فإن ذلك لا يغطي النقص في منطقة وادي الحياة ما يجعلها عرضة لتكرار حوادث الحرائق التي تسببت بخسائر مالية للأهالي في انتظار التفاتة حقيقية لجهاز الدفاع المدني الذي يعاني قصورا في التجهيزات في معظم أرجاء البلاد